النهاردة كان فيه اجتماع يعني شيء بشيء يسكر لاتحاد الكرة استمر رابط الخمس ساعات وخد بال حضرتك قوي من حكاية الخمس ساعات دي خمس ساعات عشان الاجتماع لما يخلص بيطلع بقى بالرد بقى اللي مصر وكلها بأفريقيا كلها باتحاد أفريقي بجماهير في الخليج للمحيط بكل الناس المهتمة بكل المنافسين لنادي الزمالك محلياً وأفريقياً مستنيين القرار؟ استنينا القرارات مفيش قرارات مفيش قرارات؟ آه والله مفيش قرارات مفيش قال لك هنعمل مذكر التفاهم مع شركة ملابس واختبارات حكام عرضونا جماعة كده القرارات أهي مذكر التفاهم ومش عارف اختبارات حكام أهي عشاشة قدام حضراتك هو دي القرارات والله يعني والله العظيم أنا أستحي أن أنا أكمل أقول إيه هقول لك بيكلموا على أكاديمية ولا بيعتمدوا حكام ولا بيعتمدوا ناشئين ولا شركة ملابس هو إحنا بنهزر؟ هو أنتو مش مستوعبين أنتو عاملين كارسة شكلها عامل إزاي في نادي مصري نادي مصري بيلعب في بطولة أفريقية باسم مصر بيلعب في بطولة قرية بيمثل جمهورية مصر العربية بيمثل مصر بيمثل الملايين بيمثل الملايين طب فين القرار فين الشكوى وصلتم معنا الفين موضوع القيد بتاع نادي الزمالك خمس ساعات السادة المحترمين المبجلين اللي على دماغنا كلكم وكلكم قمات كبيرة وقمات إدارية كبيرة محدش قال لحضرتكم أن فيه أزمة وفيه مشكلة في مصر خاصة بالرياضة المصرية الدنيا كلها قاعدة مستني حضراتكم بعد الخمس ساعات عشان تطلعوا تقولون حتى قرار طب قراركو إيه ما فيش دي مصرحية هزلية دي سلبية مهزلة بتحصل والله بجد انت اسمك الاتحاد المصري لكرة القدم يعني مهمتك مساعدة الأندية المصرية يعني مهمتك أن انت معارطة الأندية تكون السبب الرئيسي موجود لدعم هذه الأندية الأندية دي هي اللي جابتك الأندية دي هي اللي اختارتك هي اللي قاعدتك على الكراسي الشيك وعلى المبنى الفخم اللي حضرتك قاعد فيه واعد في التكيف مستكيف واعد مبسوط واعد قدام حضرتك كل ما طابة ولزة من الشراب ومن المطعم واعد بتاكل وبتتسلى وبتأزأز لب وبتاكل فوزدق وبتاكل كاجو واعد كل المياه الغازية قدام حضرتك وكل المشاريع قدام حضرتك واعد عشان تطلع تقول لي هتعمل مذكرة تفاهم وهتعتمد اختبارات حكام وهتعمل لي حاجة اكاديمية ومش عارف هنرش قدام الاتحاد مية الصبح قبل ما نفتح ده ايه ده ده اسمه ايه ده اسمه ايه بجد ده اسمه ايه بجد انت الاتحاد الافريكي حتى منتظر يعرف الناس دي هتعمل ايه او يعرف النادي الزمالك ده مشكلته ازاي لان دي المشاركة في افريكيا دي انت اصلا دورك الرئيسي دورك الرئيسي ان انت تدعم الناس دي دورك الرئيسي ان انت هتزلل كل الخطوات النهاردة في يوتشار بيانجوا بقى عجوبة برضو كان كنا هنهديكوا طبعا تبلغوا لوحة جديدة زي مقال الزميل صبح عب سلام من بارح اني قادي الاهلي بيخسر اربعة فاربعة وقادي الزمالك خسر هنا في القاهرة انتوا كده دي سمعتكنتوا قبل ما تبقى سمعتنا دي سمعتكنتوا لاني فيه اتحاد تاني برامة زي اللي كان مقادي على ما لعبه هنا اتعادل اتنين اتنين لسه بيبلغون انتوا معانا مع الاندية المصرية ولا ضد الاندية المصرية انتوا النهاردة هنشوف حضراتكم انا يعني قبل ما اطلع هوا انا شايف حضراتكم كل واحد في برنامج شكلي بيتكلم طب محدش قال لنا هنعمل ايه انت عارف انا كنت منتظر من حضرتك النهاردة انك تطلع بمنتهج شجاعة كده لو عندك لو عندك مرجعية للي انا هقوله ده تطلع تقول ان انت رفضت كده لعبة نادي الزمالك لو تقدر تقول كده حضرتك اطلع وقول لي اسبابك واطلع اعلن ده ارفض يا عم عشان نشوف احنا هنعمل ايه لكن انت معلق للموضوع نادي الزمالك بعيدت لك خطاب رسمي سوشان مرتدى بعت خطاب رسمي عشان حضرتك تشوف هنعمل ايه في موضوع الفيفا سوكتم بوكتم ودنه منطين ودنه منعجين فاكر انا زمان الواقع القديمة قبل كده انه لما الفيفا والدخنة ده تاه في البسطة فاكرين الفيلم ده لما الخطاب فيين والفيفا سأل يا جماعة في نادي مصر اسمه الزمالك بعيدت لك خطاب لا ده تاه في البسطة ده تاه في البسطة برضو ولا ايه ده الخمس جوابات انا بتكلم مع استاذ عميم رتقدة حوالي خمس ست جوابات معرفش زياده اليام اللي فاتت دي لانه اكيد كل يوم برضو بتلاقيش رد اكيد بيبعد مش اقل من ست جوابات رسمية طالعة من نادي الزمالك للمدير التنفيذ الاتحاد الكورة استاذ وليد العبطار طبعا ولو كل اللي احترام والتقدير لكن عايزين رد استاذ جمال علام رئيس الاتحاد الكورة احنا حقنا على حضرتك عايزين رد كابتن حازم امام كابتن بركات كابتن سوز محمد عبد الوفا مهندس خالد درانداء محتاجين رد يا فندم محتاجين حد يطلع يقول لنا نادي الزمالك هيعمل ايه او انتوا عايزين تعملوا مع نادي الزمالك عايزين رد عايزين نعرف والله عشان نبتدي نشوف حتى يعني تب النادي ده يعني ظروفنا ايه احنا برضو لسه احنا احنا موقفنا سليم مليون في المية والحمد لله عارفين اولنا من اخرنا لكن انت دلوقتي اجتمعت خمس ساعات يعني هل يليك بحضراتكم انتوا قامات كبيرة جدا وناس ادارية يعني اشار لها بالدنان ان يطلع المنظر ده طلعولي القرارات تاني هل دا يليك بحضراتكم انتوا تقعدوا خمس ساعات عشان تطلعوا بدا هل دا يليك دا الموضوع ده كان عايزه استاذ وليد العطار واي موظف في اتحاد الكورة يقعد يعمل الكلام ده مش محتاج اتحاد الكورة بجلالة ادرو بعد كل الفيلم وكل الهصة اللي دايرة في الوسط الرياضي ده من اول معالي وزير الشباب والرياضة لحد رئيس نادي الزمالك ادارة الزمالك لكل الاندية اللي في الدوري لكل تلات اربع اندية لعبتهم معانا اللي عيبة نفسها اللي موجودة احمد بالحج اللي دلوقتي بيفكر ان هو دلوقتي بيشتكل الفيذا انتوا متخيلين الموضوع ممكن يروح بينا الفين يعني دا هل دا سهل على حضراتكم يعني انتوا عايزين نوصل للمرحلة اللي بعد كده والتحاد الدولي وتجميد نشاط والدنيا نخش بقى في حزبس هو دا يليق بينا يليق بينا ان النادي الاكسر شعبية في افريقيا والنادي الاكسر حصونا على البطولات في افريقيا يتعادل على ملعبه مع شباب بلوزداد دي في وشو كنتو وفي جبين كنتو كدتحاد كورا بيراميز على المستوى الرائع وانا تبعت الشوت الاولاني وصايبه اتنين سفر انا صايب المباركة لتنين سفر اتنين واحد يعني الدنيا كاتمشى كويس جدا لكن بسببكو برضو بنتعادل في الدفاع الجوي اتنين اتنين دا نادي مصري بيلعب باسم مصر في يوتشرب بينجو بعجوبة في اخر المباراة بهدفه بيتعادل لنقدم مباراة كويسة جدا برضو بصراحة تابعت جزء جبير منها لكن المغرب الاتحاد المغربي فوز الاكشع اللي هو المنافس بتاعنا الله يمسيك بالخير يا بشماندساني بوريدا الله يمسيك بالخير نترحم على ايام حضرتك والله ايام ما كان لنا صوالات وجوالات وكننا احنا المتسيدين وكننا احنا اصحاب القرار وكان الكل يقلدنا ايام هتعود ان شاء الله باذن الله المغرب بيشرف افريقيا بيشرف العرب في كاس العالم منتخب واحنا مش عارفين نوصل كاس عالم دا الفرق دا الفرق للنزيب تشتغل لصالح بلادها تشتغل لصالح انديتها مش ضدهم بتزللهم كل العقبات مش بتصدر لهم مشاكل كان الاول اتحاد الكورة في عهد المهندس احمد مجاهد لما كان نادي مصري عنده لعب ما اوفيس محمد الشناوي والنادي الاهلي اربع مباراة لأ عشان يلعب شيله يا عم تلاتة ويلعب تمشي 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 عشان دا في حارس مرمو نادي الاهلي ما عندهش غيره ووقتها ما عندهش غيره ودلوقتي برضو نادي الاهلي ما عندهش غير حارس واحد لو عنده حارس تاني كان لعب لان مستوى الحارس الاساسي بتاعه في الحاضي دلوقتي لكن ما عندهش حقيقة مش دي كورة فاش حاجة بس ما عندهش لكن لما اتحاد الكورة حبي يجامل النادي الاهلي جامله وشلوا تلات مباريات وخليها اكتفى بمباراة واحدة عشان دي مهمة وطنية تبو الزمالك وراح يلعب مع المريخ السوداني في ليبيا دي مهمة قومية وطنية مصرية خالصة بقى فقف معاه ما صدر لهش مشاكل لما الاتحاد المغربي يبقى بطل دوري ابطال افريقيا وبطل الكونفدرالية ويلعب السوبر فرقتين من عنده احنا عايزين ده ومصر كلها كانت فرحانة وسعيدة ان احنا اتنين فرقتين من مصر وضمننا مصر ضمنت اللقب مثلا لما لعدنا نهاء الكرن الزمالك العظيم مع المنافس بتاعه عادي وحصل اللي حصل برضو والمؤامرة بتاعت التحكيم والحكم حكم اللي كان عنده مطش مبارح والله العظيم بوداني انا سامعها مبارح يعني في الراديو المعلق على المباراة بيقول له والحكم انت مالك النهاردة بيقول له الحكم كده بيقول له انت مالك النهاردة فيك ايه فيك حاجة غريبة لندي الاهلي والله العظيم حصل لانا بقول لحضراتكم ده واللي سمع المباراة في الراديو كانت كده قال له كده انا مش عارف مصطفى وربال ماله النهاردة مش ده النادي الاهلي معرفش يقصي دي بصراحة بس قال له كده لكن ان انا عد خمس ساعات النهاردة كانت تحت كورة واطلع تمخذ الجبل عن فقر يعني ايه ده ايه ده بجده طب ردوكوا ايه على الموضوع طب دلوقتي نادي الزمالك لما يحب يتكلم في الموضوع يخاطب مين لما حضراتكم اجتماعتوا بعد ما كلكوا رجعتوا من الصفر بسلامة الله وامنه الحمد لله واجتماعتوا خمس ساعات اكلم مين دلوقتي يعني انا مثلا لو طلبت مثلا الزميل المحترم استاذ اهاب الكومي دلوقتي عشان يخش يعمل معايا مدخلة ياريت لو نعرف نتواصل معايا او معايا استاذ محمد الرافق او مع اي حد من اتحد الكورة بس يعرفنا يرد علينا عشان نعرف الجماهير بتاعتنا نقولهم ايه يعني احنا نهاردة كنا خلاص منتظرين القرار ماشي المحكمة النهاردة اعطاك التأجيل لكن احنا نهاردة كنا منتظرين النهاردة الاجتماع انت قاعد عشان دي القضية الاساسية بتاعتك ما فيهاش اي حاجة ما طلع ناش بحاجة طلعنا باكاديمية ومذكرة افاهم الشركة الملابس والحكام واختبارات الحكام ومعرفش ايه شوية معرفش ايه تاني لكن القضية اللي بتشغل رأي العام المصري كله مفيش والناس دخل عمالة تتكلم في كل البرامج اللي التوكشو كلها خلاص دلوقتي يعني هما سابوا دورهم ودلوقتي وشغالين رياضة فانتمنى حتى كمان القرارات ده اللي هتتطبع علينا تبقى تتطبع عليهم العقوبات اللي تجا لان هما الناس بقوا دلوقتي وبقوا شغالين رياضة بقوا شغالين مش شغالين حاجة رياضة للأسف يعني يعني سابوا مواضيع ومشغالين معنا رياضة فده كويس جدا لو دل صالح رياضة المصري يعني ان كم ياريت ياريت يعني خففته على الناس شوي لما تكلموا في الكرة حسن ما تكلموا في اي امور تاني